تلبية لدعوة من معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي يقوم وفد مجلس النواب بلاسة معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة تهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين تأتي الزيارة البرلمانية في ظل ما تشهده العلاقات البحرينية السعودية الوثيقة من تطور وتقدم وتكامل بارز وتنسيق المستمر بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام وحرز من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين وتعزيزا لجهود مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ومن المقرر أن تشهد الزيارة لقاء برلمانيا رسميا بين الجانبين لمناقشة سبل تبادل الخبرات في المجال التشريعي والبرلماني بهدف تعزيز العمل المشترك ودعم التكامل بين المؤسسات التشريعية في كلا البلدين كما سيتم بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز التكامل الخليجي بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين